أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارتع البصر كرتين ينقرب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهما وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقل لا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكدها وكلوا من رزقه وإليه النشور أميتم ما في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تموه أم أميتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيب ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيب أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجر في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أم من يمشي أم من يمشي سويا على شراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين